ما هي أفضل تربة للزراعة أو من هو أفضل خليط يمكنني الزراعة فيه هنا لدينا تربة رملية هذا سماد الديدان أو البرمي كومبوست لدينا بقايا القهوة تيرو أو بيتموس بيرلايت ولدينا أيضا كومبوست نباتي لنترك كل هذا ونتحدث قليلا عن التربة الطينية الأشهر والأكثر انتشارا هنا أصدقائي كما تشاهدون لدينا تربة طينية وأكيد عدد كبير من الناس ليس بمقدرتهم شراء البيتموس أو الفيرموكلايت كومبوست وغيرها من البيئات الزراعية فيضطرون للزراعة في التربة الطينية المشكلة أصدقائي أنهم لا يخلطون معها أي بيئة أخرى تتوفر فيها المسامية والتي يفتقد إليها التربة الطينية أبسط تلك المواد مثلا الرمل إذن التربة الطينية لوحدها ثقيلة وبسبب جزيئاتها الصغيرة المترابطة والمتباسكة يصعب الزراعة فيها والتعامل معها لذلك أبسط حل هو إضافة الرمل فيعطينا التهوية والصرف الجيدان دون أن ننسى أن التربة الطينية غنية بالمواد أو بالمادة العضوية نعود الآن للبيئات المتوفرة عندنا والبداية كما قلت بالرمل استعمل أي نوع من الرمل بعد وصله طبعا لإزالة الأملاح منه إذن أسهل وأبسط خليط هو رمل وتربة طينية وسيكون الأمر رائعا إذا أضفنا مكون ثالث كالكمبوست مثلا ولدينا هنا كومبوست نباتي أصنعه بنفسي في البيت من بباقي المطبخ خضار فاكهة أوراق شجر وغيرها النسبة تكون أصدقائي مثلا نصف تربة رملية أو نصف مقدار رمل ربع كومبوست والربع الباقي تربة طينية بهذا نكون قد حصلنا على ثلاثة أهم صفات للتربة الزراعية وهي الصرف الجيد المادة العضوية جودة الصرف أصدقائي لنستمع لدينا هنا سماد الديدان أو الفيرمين كومبوست يضاف أيضا لأي خليط تزرع فيه للتعرف على ميزات الفيرمين كومبوست ستجدون في صندوق الوصف رابط حلقة تحدثنا فيها بالتفصيل عن هذا أو عن هذه البيئة بقايا القهوة أيضا يمكنك أن تضيفها لخليط الزراعة لغناها بعنصرين مهمين وهما النتروجين والبوتاسيون وهو إضافة رائعة للتربة الطينية القاعدية ونعرف أن القهوة حامدية فنحصل على مزيج رائع للزراعة وأذكر دائما أن تضيف مكون ثالث لتحصل على تربة مثالية البيتموس أو التيرو ولدينا هنا التيرو يعد أفضل تربة زراعية للخفاض الحموضة أولا وللقدرة على امتصاص الماء ثانيا ولخلوه من الملوتات ولخفة وزنه قبل تكملة أو قبل إتمام الفيديو أتمنى أن يكون الشرح واضح أفضل خليط اختره بنفسك مكون من غنصران أو ثلاثة عناصر يكملان بعضهم البعض فمثلا الرمل يفتقر للمادة العضوية إذن لا بد من إضافة بيئة أخرى غنية بالمادة العضوية كالأسمدة الحيوانية بالنسبة للزراعة الخارجية والأسمدة النباتية بالنسبة للزراعة الداخلية وهنا أصدقائي لدينا البرلايت وهو طبعا بيئة للزراعة والإكتار أصل هذا البرلايت أصله حجر بركاني يتميز بخفة الوزن يسهل الصرف ويمنح المسامية والنفاذية التي تسمح بنمو الجذور بدون مشاكل أصدقائي البرلايت يشكل مع البتموس تنائي رائع ومثالي للزراعة وهنا لدينا كونفوس نباتي سهل التحضير منزليا ناتج عن تحلل مخلفات عضوية نباتية سأترك لكم أيضا الطريقة في رابط أسفل الفيديو يمكنك أيضا إضافة المحسنات كالجير والسوبرفوسفات إلى أي خليط تصنعه وتره مناسب الخلاصة التربة الطينية لوحدها تسبب لنا مشاكل في النباتات إذن عمل خليط زراعي مكون من بيئتان أو ثلاثة أفضل حل للحصول على نباتات سليمة وتنمو بدون مشاكل بالنسبة للمقدار أي بالنسبة للنسبة فإضافة كل عنصر أو نسبة كل عنصر لا تهم الأهم هو المسامية المادة العضوية وجودة تصريف ماء الريء الزعيم هذه التربة أصدقائي يمكنكم زراعة البذور فيها وإكثار النباتات لأنها تستجيب لكل المعايير تمكننا من إنجاح الزراع ونأخذ الآن أصدقائي بعد الأمثلة للخلاطات الزراعية إذن يمكننا أخذ مثلا مقدار 1 رمل ومقدار بيتموس نأخذ مثلا مقدار 1 بيرلايت ومقدار 1 بيتموس ممكن أيضا الرمل والفيرموكليت والبيتموس بنفس المقدار وهكذا الأهم أن نتفادى ونتجنب الزراعة في التربة الطينية بالنسبة للنباتات الداخلية والحلول كما رأينا متعددة وكثيرة سؤال الحلقة هل الإمكانيات المادية تشكل حاجز أو عائق أم ممارسة هواية الزراعة المنزلية المرجو التفاعل مع هذا السؤال وطرح وجهة نظرك لا تنسوا دعمنا بالاشتراك ووضع إعجاب للفيديو لمعلومات أكثر حول الزراعة المنزلية أدعوكم لمتابعتنا على الأستغرام والتيك توك وصفحتنا على الفيسبوك قبل الخزم الأصدقائي ستجدون في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو روابط فيديوهات لتقريبا كل هذه البيئات التي تحدثنا عنها في حلقة اليوم على سبيل المثال حلقة بقايا القهوة بحيث شرحنا فيها بالتفصيل كيفية إضافة سماد القهوة للنباتات أيضا في حلقة الأخرى عرفنا بالبيرلايت مصدره طريقة استعماله والزراعة فيه ستجدون أيضا حلقة تحدثنا فيها عن سماد الديدان أو الفيرموكلاي بالإضافة أيضا للحلقة التي شرحنا فيها طريقة عمل كوبوست منزلي نباتي من بقايا المخلفات المطبخ وبقايا الحديقة وأوراق الشجر وغيرها إذن أصدقائي لن أطيل عليكم أتمنى أن ينال أو أن تنال حلقة اليوم رضاكم وإعجابكم كان معكم أخوكم توفيق دمتم بخير وإلى اللقاء